بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبناء الطلبة سنة الثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات اليوم جبت لكم درس على النهايات إذن نبدأ على بركة الله أول درس للنهايات هو أولا مراجعة بعض النهايات الدولة المرجعية وهي الأساس والأساس إذن ثم بعد ذلك العمليات على الدول إذن نبدأ على بركة الله بأول عنصر وهي بعض نهايات الدولة المرجعية إذن هذه الدولة المرجعية لازم تعرفوها على ظهر قلب إذن أول نهاية رح نشوفها هي نهاية إكس لما إكس يؤول إلى زيد ما النهاية طبعا إكس يؤول إلى زيد ما النهاية يعني أن النهاية التحت تؤول إلى زيد ما النهاية ونهاية إكس لما إكس تؤول إلى نقص ما النهاية تساوي نقص ما النهاية ثم بعد ذلك عدنا الدالة المرجعية الدالة مربح نهاية إكس مربع لما إكس تقول إلى زائد ما النهاية تعطينا زائد ما للنهاية ونهاية إكس مربع لما إكس تقول إلى نقص ما النهاية رح تقول أيضا إلى زائد ما النهاية إذن كل هذه النهايات تعرف وتفهم على ظهر القلب هنا ما معنى لما إكس تقول إلى نقص ما النهاية إكس مربع تقول إلى زائد ما النهاية كأننا ضربنا نقص ما النهاية في نقص ما النهاية أو ربعنا نقص ما النهاية لكل مربع حتخرج لزائد ما النهاية ثم الدلة الثالثة الدلة المرجعية الدلة مكعب لما x تقول إلى زيد ما النهاية تعطي لنا زيد ما النهاية أما عند limit x مكعب لما x تقول إلى نقص ما النهاية كأننا رح نضرب نقص ما النهاية ثلاث مرات في هذه الحالة أحتمد لي نقص ما النهاية في نقص ما النهاية زيد ما النهاية في نقص ما النهاية حتى تعطي لي نقص ما النهاية ثم عممنا القاعدة Limit X N حيث N عدد طبيعي طبعا إذن لما X تأول إلى زيد ما النهاية فإن هذه Limit تساوي دائما زيد ما النهاية مهما يكون N أما في حالة Limit X N لما N تأول إلى نقص ما النهاية هنا تختلف الحالة حسب قيم N إذا كان N فردي معناتها هنا مثلا ثلاثة خمسة سبعة هنا لا Limit ستخرج لكم نقص ما النهاية أما إذا كان N زوجي فإن النهاية X لما N تأول إلى نقص ما النهاية تساوي زيد ما النهاية أتمنى فقط أن يكون واضح للجنب الآن الدلة المرجعية جذر الجذرية عدنا جذر Limit جذر X لما X تأول إلى زيد ما النهاية تساوي زيد ما النهاية كأنني أقول لما ندير جذر زيد ما النهاية تعطي لي زيد ما النهاية الآن الدلة مقلوب كي يكون عندكم Limit 1 على X لما X تأول إلى زيد ما النهاية فهذا النهاية تأول إلى سفر كأنني عوضت X بزيد ما النهاية يعني 1 على زيد ما النهاية تعطي لي السفر ثم بعد ذلك Limit 1 على X لما X تأول إلى نقص ما النهاية نفس الشيء ستأطي لي السفر ثم بعد ذلك Limit 1 على X لما X تأول إلى السفر بقيم أصغر هنا لاحظت فقط أنني رأينا ندرس النهايات تعدالة مقلوب على مجال تعريفها لأن مجال تعريف الدلة مقلوب سمي هذه هي من نقص ما النهاية سفر مفتوح اتحاد سفر زيد ما النهاية بعدما درست على نقص ما النهاية زيد ما النهاية الآن حنشوف لما تأول إلى سفر بقيم أصغر ثم بقيم أكبر عند السفر إذن بقيم أصغر ستبدلين نقص ما النهاية أما بقيم أكبر Limit 1 على X لما X تأول إلى السفر بقيم أكبر تعطي لي زيد ما النهاية هذه هي تقريبا معظم نهايات الدوال المرجعية أتمنى فقط أن يكون واضح للجميع إذن بعدما شفنا نهايات الدوال المرجعية ننتقل إلى العمليات على الدوال عفوا العمليات على النهاية وليست على الدوال إذن هناك ثلاث عمليات على النهاية إذن كان عمليات الجمع كان عمليات الضرب وكان عمليات حاصل قسمة أول عملية سنبدأ بنهاية مجموعة دلتين إذن أولا يكون أف والد ووجه دلتين معرفتين على نفس مجموعة التعريف الد أل وألف عددين حقيقيين وأ عدد حقيقي ممكن يكون أ عدد حقيقي ممكن يكون زيد ما النهاية ممكن يكون نقص بالنهاية إذن قلنا دفلكم جدول للتلخيص على نهاية مجموعة دلتين إذن خلنا الأولى ليمت أفلي إكس لما إكس تأول إلى آ آ هذا ممكن يكون عدد حقيقي ممكن يكون زيد ما النهاية أو نقص ما النهاية إذا كانت ليمت أفلي إكس لما إكس تأول إلى آ تساوي آل وآل قلنا أنه عدد حقيقي وكانت ليمت جيلي إكس لما إكس تأول إلى آ تساوي آل فتحة فإن هنا الجدول يلخص هذا فإن ليمت مجموعة دلتين أفلي إكس زيد جيلي إكس لما إكس يأول إلى آ فإنها تساوي مجموعة النهايتين يعني تساوي آل زائد آل فتحة مثال بسيط لح تتضح الفكرة إذن قلت مثال بسيط مثلا كيحكم يطلب منكم حساب ليمت إكس موربزة زي ثنين إكس لما إكس يأول إلى واحد نلاحب أن هذا النهاية ما هي إلا مجموعة دلتين نكتب هنا مثلا أفلي إكس تاعي مثلها بإكس موربزة وجيلي إكس هي ثنين إكس باش فقط فتفهموا إذن ما هي ليمت أفلي إكس لما إكس يأول إلى واحد إذن ليمت أفلي إكس إذن قلت ليمت أفلي إكس لما إكس يأول إلى الواحد نحن نعوض الإكس بالواحد واحد موربزة يساوي واحد بنفس الطريقة ليمت جيلي إكس لي هي ثنين إكس ليمت جيلي إكس لما إكس يأول إلى واحد وش يطينا هي ليمت ليمت ثنين إكس لما إكس يأول إلى الواحد وش يمدلي ثنين في واحد إثناني إذن هنا وش رح ندير رح نجمع النهايتين إذن رح تقولي لي ليمت إكس موربزة زي ثنين إكس لما إكس يأول إلى واحد رح تمدلي واحد زي ثنين رح نكتب واحد زي ثنين وتساوي ثلاث أتمنى فقط أن الفكرة واضحة ننتقل إلى في الجدول الآن الحالة للمت أفلي إكس لما إكس تأول إلى A تساوي L ولمت جيلي إكس لما إكس تأول إلى A تساوي زي ثمان نهاية في هذا الحالة فإن لمت مجموعة الدالتين أفلي إكس زي جيلي إكس لما إكس تأول إلى A فإن أ Sandy مع عدد حقيقي مع زي ثمان نهاية الحالة ثالثة كتكون لمن اكس تقول إلى A هي T تسوي L ولمному إكس تقول إلى A تسوي نقص من الفن فإن المجموح لمة فلي إكس زايد جير إكس لما إكس تقول إلى A L زائد أو L نقص من النهاية أو ممكن نقول L زائد نقص من النهاية يعني نقص من النهاية كنزيد له أي عدد وهيبقى دائما ناقص ملا نهاية نتابع الحالة الرابعة كيتكون لميت أفلي إكس لما إكس تقول إلى أ تساوي زايد ملا نهاية ولميت جيلي إكس لما إكس تقول إلى أ تساوي زايد ملا نهاية فإن لميت أفلي إكس زايد جيلي إكس لما إكس تقول إلى أ كنجمع زايد ملا نهاية مع زايد ملا نهاية تعطيلي زايد ملا نهاية نفس الشيء كيتكون لميت أفلي إكس لما إكس تقول إلى أ تساوي ناقص ملا نهاية ولميت جيلي إكس لما إكس تأول إلى A تساوي نقص ما النهاية فإن المجموح الدالتين أفلي إكس وجيلي إكس لا لميت تح لما إكس تأول إلى A يعني نقص ما النهاية نقص ما النهاية بدلي نقص ما لا نهاية الحالة الأخيرة إذن الحالة الأخيرة تكون لميت أفلي إكس لما إكس تأول إلى A تساوي زيد ما النهاية ولميت جيلي إكس لما إكس تأول إلى A تساوي نقص ما النهاية لاحظوا أن هنا limit Fلي X زيد Gلي X لما X تقول إلى A يعني المجموعة تحول يمكن نجمع زيد مال النهاية نقص مال النهاية هنا ما تعطي ليش زيد مال النهاية أو نقص مال النهاية أحتمد لي حالة عدم التعيين حالة عدم التعيين يعني لا نستطيع أن نجمع زيد مال النهاية مع نقص مال النهاية أتمنى فقط أن يكون الجدول واضح والجدول جد جد مهم هتشوفوه في حساب النهايات ونطبق كل هذه المعلومات إذن ننتقل إلى العنصر الثاني وهي نهاية جد دلاتي إذن دفلكم جدول يلخص كل ما هنشوفوه إذن عندي limit Fلي X لما X يقول إلى A في الحالة الأولى كيف تساوي عدد حقيقي وليمت Gلي X لما X تقول إلى A حذاري لازم X تقول إلى نفس العدد نفس العدد أو نفس النهاية حذاري ماشي وحدة تقول إلى واحد وحدة تقول إلى ثنين لا إلى نفس العدد كتبنا A إذا كان هنا زيد من النهاية زيد من النهاية نقص من النهاية نقص من النهاية إذن نتابع إذن limit Gلي X لما X تقول إلى A تساوي ألف تحة ألف تحة وهو عدد حقي في هذا الحالة في هذا الحالة جداء الدلتين نهاية تحة جداء الدلتين لما X يقول إلى A يساوي لال في ألف تحة يعني نضرب للميت تحة هذه في للميت تحة هذه يعني لال في ألف تحة الحالة الثانية وين يكون L حيث L عدد موجب ولميت يعني لميت أفلي X لما X تقول إلى A تساوي L ولميت Gلي X لما X تقول إلى A تساوي زيد من النهاية هنا جداء الدلتين لميت جداء الدلتين أفلي X وجلي X لما X تقول إلى A رح تساوي L في زيد من النهاية حبي أقول لكم إذا كان هنا موجب أحنا نضرب موجب في موجب حي مدلي زيد من النهاية مدلي زيد من النهاية إذن نفس الشيء إذا كان آل سالب آل سالب مع زيد مال نهاية وشي مدنا كأننا نضرب الإشارات ناقص في زائد بشي مدلي ناقص مال نهاية أكتبتها لكم الحالة الثالثة إذا كان آل سالب وهنا خرجت لي زيد مال نهاية آل في زيد مال نهاية حتخرج لي ناقص مال نهاية لماذا؟ لأن الآل هذا عدد حقيقي سالب كأننا نديره جداء الإشارتين الحالة الرابعة كتكون لميت لأفلي إكس لما إكس تقول إلى آ تساوي زيد مال نهاية والنهاية الثانية تعجلي إكس لما إكس تقول إلى آ تساوي زيد مال نهاية نفس الشيء زيد مال نهاية في زيد مال نهاية تمدلي زيد مال نهاية هنولينا إلى الإشارات نفس الشيء كتكون لميت أفلي إكس لتساوي ناقص مال نهاية وJ لİ إكس تساوي نقص مال هيا هنديروا ضرب الإشارات إذا نقص مال نهاية في نقص مال نهاية تمد لي زيد مال نهاية أما الحالة الأخرى إذا كان جي أفلي إكس تساوي Hilix تساوي 0 وجي لي إكس تساوي زيد مال نهاية في هذه الحالة 0 في زيد مال نهاية شفتوها من قبل قد أليكم فيديو على حالات عدم التعين هذه تولي تصبح حالات عدم التعين نفس الشيء إذا ضربنا سفر في نقص مال نهاية هي حالات عدم التعيين إذن لمن يريد أن يتعلم أو يحفظ الأربع حالات عدم التعيين ما عليه إلا أن يعود إلى الفيديو اللي سبق درتوه كتبت لكم حالات عدم التعيين وحالات ليست عدم التعيين إذن أتمنى فقط أن يكون الجدول واضح للجميع الجدول الأخير وهو على نهاية حاصل قسمة دلاتين دائماً آل وألف تحادتين حقيقيين في هذه الحالة ألف تحا ما لازمش يساوي السفر أنا راح نتحدثه على حاصل قسمة إذن عندي ليميت أفلي إكس هنا مثلاً تمدلكم آل وليميت جيلي إكس تساوي ألف تحا في هذه الحالة فإن ليميت أفلي إكس على جيلي إكس راح تساوي حاصل قسمة آل على ألف تحا بعد ذلك الحالة الثانية إذا كانت ليميت أفلي إكس تساوي آل وليميت جيلي إكس تساوي زائد أو نقص من نهاية في هذه الحالة عندما نقسم عدد على مال النهاية رح يحطينا الصفر وهذه الحالة من بين الحالات التي هي ليست حالة أدم تعيين الحالة الثالثة إذا كانت لميت لجيل أفلي إكس تساوي سواء زائد ما النهاية أو نقسم ما النهاية ولميت جيل إكس تساوي زائد ما النهاية أو نقسم ما النهاية هنا رح نقسم هنا لميت أفلي إكس يعني حاصل قسمة فلي إكس على جي ل إكس لما إكس تقول إلى أ هنا نلاحظ أن نقسم مالا نهاية على مالا نهاية هذه أيضا من بين حالات عدم التعيين تدخل من بين الحالات الأربعة تختار حالات عدم تعيين الحالة الرابعة كيكون عندي فلي إكس لما إكس تقول إلى أ تساوي أل وقال عدد موجب وقال لا يساوي سفر هنا في حالة ما يكونش يساوي سفر وهنا جي ل إكس يساوي متة تحال تساوي سفر موجب هناك نقسم عدد ليس معدوم على سفر هنا تملكم زائد من النهاية هنا عدد آل موجب وصفر موجب تملكم زائد من النهاية أما إذا كان هنا مثلا آل سالب على سفرنا زائد نقسم من النهاية إذن حذاري من الإشارة الحالة التي تليها إذا كان أفلي إكس تساوي زائد من النهاية جي ل إكس تساوي أل والأل عدد موجب لا يساوي سفر نقسم مال النهاية على عدد أحب لي دائما مال النهاية زائد مال النهاية أما هذه الحالة وإن يكون أفلي إكس يساوي سفر وليمت أفلي إكس يساوي سفر وليمت جي ل إكس تساوي سفر نقسم سفر على سفر تولي لي أيضا الحالة عدم تعيين يعني ما وش معنتها معنتها لميت أفلي إكس على جيلي إكس تسوي 0 على 0 وهي حالة عدم التعييد الحالة الأخيرة إذا كانت أفلي إكس لميت أفلي إكس لما إكس تقول إلى A تسوي مالا نهاية ولميت جيلي إكس لما إكس تقول إلى A مالا نهاية أيضا هذه أيضا لميت أفلي إكس على جيلي إكس لما إكس تقول إلى A تخرج مالا نهاية على مالا نهاية وهي أيضا حالة عدم التعييد إذن أتيت إلى نهاية هذا الدرس الأول للنهايات أتمنى فقط أنني وفقت في شرح هذا الدرس البسيط واللي هو جد جد مهم لبداية الدخول في حساب النهايات إذن في الآخير ما علي إلا أن أقول لكم استودعكم الله الذي لا تضع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الملتقى إن شاء الله